موسيقى كثيرة الثمن ورب يصال مسيح قاعد ربما عم بيعلم فبتجي وتعرفوا كانوا يعدوا على الأرض من الزمان فأجت ركعت انحنت وأخذت قرورة الطيب وكسرتها عند أقدام السيد وراحت بشعره تمسح قدميه من حبه للسيد لأنه يسوع سبق قلبه كان عنده استعداد طاعة أغلى شيء عنده ماديا هو قرورة الطيب هيدي يلي ثمنها كثير جدا هلا من قاعد بين المجموعة يا هو ذا الاسخريوتي فبيخد على خاطره بيزعل يتطلع هيك بقول شو عم تعمل هيدي كان فينا نبيح القرورة بـ 300 دينار ونعطيها لمن للفقراء 300 دينار يعني معاش سنة كاملة سنة كاملة اجت هيدا المرأة وقالت بدي أعطي هيدا الشي لرب يسوع المسيح يهوذا أخذ على خاطره وقال هيدا الشي كان فينا نعطيه للفقراء وبقول بالعدد السيدس من الفصل 12 من يوحنى قال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء بل لأنه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه يحمل ما يلقى فيه يعني يهوذا ما كان همه الآخر كان همه أنه هالمرة تبيع وطاعتها 300 دينار وتحطهم بالصندوق وهو شو ياخد منه تعرفوا حدب يسرق من صندوق العطاية تعرفوا حدب تعرفوا حدب تعرفوا حدب مستحيل معقول حدب يسرق من الصندوق من سلة العطاية يلي منوزعها يلي من لما مستحيل مستحيل واحد يوصل لهالمستوى أنه يسرق من صندوق العطاية لكن دعنا أسألك سؤال كيف يوجد مال بجيوبنا كان يجب أن تكون في صندوق العطاية اليوم؟ كيف يوجد أموال معنا التي لم يكن موقعها جيبتنا لكنها عشر للرب وكان يجب أن نعطيها للرب صح؟ صح؟ بها الرواية في قلبين قلب لشخص أناني عطول عم يتزمر عطول ما عم تساعد فلان ما عم تهتم بفلان بالو بأنانيتو عم بفكر بمصلحتو وقلب تاني لأمرأة سبر رب قلبها كان عندها استعداد طاعة الغالي والنفيس لهالإله يلي حبه وبعد شوية رح يعطي حياته من أجلها على الصليب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر